انت تعبت قوي. فوصلت ان انت عملت دلوقتي ديبو ديبو مكسر الدبا. فالف مغلوك عليه. الله يبارك فيك والله العظيم. وحكيني بقى كده عن ديبو لان هو مسلسل بالنسبة لي اه احنا قوي ما اتكلمنا كان لسه فاضل كان لسه نزل حلقتين تقريبا مسلسل. بحب استنى شوية. قلتليك اتفرجي شوية. انا بحب استنى جنزل كم حلقة بعدين بتفرج. ما كنتش بتفرج عليه بس عشان انت جاي معايا ضيف او عشان احنا صحاب انا كنت بفرج عليه ان انا بتاقيت هتحس ان انا عندي في دول ايه ده هم هعملوا في ايه هم بيتحكوا عليه ازاي هو ايه اللي هيحصل. مم. وبعدين اه فكرة ضيوف الشرف الموجودين طول المسلسل. اه في كمية فضيعة انت ورشد الشامي انا فيه كده حلم. عم عبد المعبود. عم عبد المعبود. عم عبد المعبود. الناس في الشرف. انا زعلان منك. انا زعلان منك. اكلمني بقى عن بداية كده التحضير بقى لديه. بصي الموضوع بدأ من البداية خالص. موضوع يعني ظروف ديه بصي ربنا لما بيريد. اه. خلاص مفيش. صح. والله العظيم بجد. صح. انا عمري مساعد خالص ان انا بقى بطل. عمري. نفسي بقى بطل طبعا اكيد بس ما ساعد لهاش. يعني بمثل الحاجات اللي بتجيلي وبتمنى دايما ان انا اختار حاجات كويسة تعجب الناس. بس وخلاص لكن ما بسعاش لفكرة ان انا لازم ابقى بطل حالة. نفسي اكيد نفسي. فلما لما بقى لي كتير قوي بتعرض عليها مسلسلات. انا نفسي طالما مسلسل منصة. مسلسلات المنصات دي بتبقى مهمة جدا في فكرة ايه. طبعا. احنا اصلا بنتفرج على الاجانب طول الوقت. طبعا. هو. اصلا اصعب قوي يعني. صعب جدا لان انا كأن دخل لك سنة. صح. بس الضبط ليه? لان انا بخش الابليكيشن بفتحه واتفرج عليك. يعني كاي اني جيت لك السنة. صح. يعني انت مش مفروض علي مش كده كده موجود في التلفزيون. صح. فانا اكباري هتفرج. لا انت انت داخل مخصوص. انت بتدفع اشتراك فهمها? انا بدفعت اشتراك بصراح عشان اتفرج. طبعا مع انه في مجاني. ما نعرف بس انا انا بحب دايما انفهم بقى بقى اعمل اشتراكي ما حتش قل لي جددي. لا بس هو انا قصدي انه جاي لك انت. صح. طالما جاي لك انت زي الاجانب كده. احنا كل المنصات الاجنبية اللي بنتفرج عليها على المسلسلات اللي كسرت الدنيا في العالم. مش عارفين من الابطال دول. صح. فالمهم في الموضوع. حاجة حقيقية جدا فات نظري لي ان انت عمرك ما بتبقى عارف مين البطل. مش فارق. مش فارق. مش فارق انت الحدوتة اللي عجباك. صح. وانا ده كان المهم بالنسبة لي ان الموضوع نفسه هو اللي ينجح. مش فارق لو انور عمله لو اي حد عمله ينجح. يعني انا ده كان مهم بالنسبة لي جدا. فانا بقى لي خمس ستة سنين بدور اصلا على فكرة ورق كده. مختلف. لا يشدني ان انا احنا انا والله العظيم مسلسلات كتير بخلصها بقول لي افتح حلقة اتفرق كده. بلاقي نفسي طبقت عشان اتفرق. صح. عند الاجانب. انا كان نفسي مسلسلية با كده. ها. يعني حلم نفسي عمل كده. فكان نفسي. اه المنتج عايز يعمل شركة الانتاج عايز تعمل مسلسل كوميدي. بما ان معنا محمد انا وردتها. طبعا. بس ازاي بقى تعمل التوليفة ما بين انه يبقى فيه ده وفيه بقى وفيه رعب وفيه. وقصة تبقى عايز تعرف ايه اللي هيحصل الاخر. والحلقة تقفل. هتعملو سيزن تو? تبقى انت ان شاء الله يا رب. اقع. ما لو عملتش هتضايق. انا القفلة خليتني حسن. والله عايز اقولك فيه الحمد لله رب العميل الله. ملك الحمد يعني من المنصة ومن شركة الانتاج ومننا حتى احنا كاكروه. اه ممثلين يعني اللي موجودين والمخرج احمد عبدالوهاب. كلنا بصراحة مفتقدين ديبوا جدا يعني. جدا كانت ايام كانت صعبة جدا ما انا احكي لك بقى كوالسها وزرافة عشان تعرفي انه ربنا هو. صح. يعني مش 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 احنا مش مش في ادنا اي حاجة اصلا. احنا اسباب بس وبنحاول نكتهد يعني. فالاستاذ سالي والي كلمتني على المسلسل. ماشي? ماشي. كان في الاول اه مش مش نفس يعني كاتل فكرة العامة بس مش نفس الموضوع يعني بس كاتل فكرة العامة كانت موجودة. ماشي. ماشي? وكانت. اللي هو كان فندق حيوانات وكده بس اللي جوه القصة مش كده. كان موضوع تاني. ماشي. فانا كنت شايف انه اللوكيشن تمام كويس بتاع بس الحدوطة عايزة تبقى. فيها تشويق. اللي انا بقى نفسي فيه. اه. واللي انا نفسي فيه واللي احمد عبدالوهاب المخرج. اه طبا. نفسه فيه كمان. احنا صحاب بقى لنا شوية حلوين. لو عملتوا كازا حاجة كمان. واحنا وشينا. حلو على بعض. الحمد لله رب العالمين. اه. وانا حتى في اخر يوم في المسلسل قلت له احنا يعني الظاهر ان قدرنا واحد زي عادل امام واستاذ عمر الشريف. طبا. عمرتي عقبيان. لان احنا واضح ان احنا الحمد لله في كيميا ما بيننا كويس عام. هو نفسه نفسه يعمل ده من زمان طول الوقت بيقول لي تبتعان دور على حاجة كده. فلما عادنا مع ابس سالي ولي وفي شركة الانتاج اه بتاع طب هل في امكانية نعمل مش اه لا في امكانية بس المهم يبقى كزا ويعني. في السياق اللي برضو اللي المنصة كانت شايفة انه هو ده اللي تمام يعني بالنسبة لهم. اللي كان حلو وايس. الحمد لله فكرة فندق حيوانات دي اصلا حاجة ما حصلتش قبل كده. طبعا. انت بتروحي وتلاقي ايه اه قطة كلب لكن تلاقي نمر اسد مفيش مفيش كده اصلا. كل حاجة. انا نفسي تخضيت. كل حاجة غريب. كانوا كلهم حقيقين. والله حقيقين. طب انا اقولك على حاجة غريبة جدا. انا شفت الفيديو بتاعك بتاع الاسد. المسلسل ده عجيب جدا. ها. النمر والاسد اه اه حقيقيين. ها. والقطة جرافيك. القطة الصودة. القطة خيالي او والله العظيم. يعني القطة. يعني اخيالي مع ان الطبيعة. انا بتريعب جدا من الصرصار. يعني والله العظيم بتكلم بجد. يعني الصرصار ده ممكن نبات برة. ها فهمها? عندك شجاع شيء بعد التصوير? لا ما عنديش طبعا خارج. انا مش عارف اصلا عملت الحاجة انا اقول لك حاجة لو اتعاد بها الزمن مستحيل. بس انا ساعتها كان الحماس بتاع فكرة ان انت البطل. صعب. وانه الحمد لله رد الفعل الناس كويس. فعايز انا بطل بقى فهو ما ينفعش ابقى قدام الناس عائل صغير. بس انا باخدش الكارفان بتريعش. خايف. ايه ده بس انا اتصدامت ان كلهم اه اقسم بالليه. انا اقول لك حاجة استاذ احمد ساقة زارنا في اللوكيشن. اه. ودي حاجة يعني عظيمة بجد. هو اقدر واحد في الدنيا احمد ساقة. اه والله العظيم بجد. هو فعليا اقدر واحد في العالم. هو اسمها اه اه. لما يعني الكلمة عليه فعلا هو فعلا. جدع فعلا. ايو 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 ايو. يعني اقول الجدعان تساقة هي اه هو ما فيه. يعني هو ده ده المسل اللي نضرب به في الجدعانة يعني. فجال نظرنا في اللوكيشن. اول حاجة سألنا عليها والله العظيم بجد. قال لنا هو النمر والاسد دول حقيقيين. يعني هو نفسه. انا اصلا الناس سألت فكرة. ايو انه حقيقي. يعني انه حقيقيين صعبين جد. انا هقول لك بس المهمة. اه. عادتوا على. عادنا على الورا. جبنا بقى سوز اهاب بليبل. اوكي. كان ده باللتفاع مع السوزة احمد عبدالوهاب. طب. وشركة الانتاج. اللي هو ايه? طب اهاب احسن واحد انا شفته في حياتي. اهاب من احنا اهاب اللي كاتب اوشن فورتين. يعني. اه ما انا بقولك برضو ما احنا شوف سبحان الله. كوليفة معينة. ف اهاب احسن واحد انا شفته في حياتي يعني بيعرف يكتب كويس جدا. اوكي. كمان. فاللي هو بيعرف يعمل كوميدي كويس. طبعا. هو الكاتب مسلسلات كتير كوميدي اصلا الفترة اللي فات. فانا قصدي طب اه طب بيبقى ناخد داودة فانعمل ده. فبصراحة عملنا مسلسل كورق حلو جدا. الحمد لله رب العامين. ربنا وفقنا بقى. ودي بشكر فيها استاذة سالي والي بجد جدا جدا والله العظيم. من اول يوم انا بيني وبينك. اول بطولة ليه يعتبر فاللي هو ايه? هيبقى في يعني ممثلين كبار هيبقوا موجودين انت الواحد بيبقى عايزي تحمى برضو في ناس حواليه. يعني فهمة. ونجوم كبار يبقى كل واحد ليه اه ليه جمهوره فانت بتاخدي من جمهوره. قالت لي اه انا هعمل لك اي حاجة في الدنيا. اه. اقسم بالله ده بجد يعني. اي ممثل عايزه ايا كان اه اجره اه كام انا مستعد اعمل ده. ما عنديش مشكلة خالص. اه. يعني انا مش بعمل لك المسلسل ده عشان اكسب منه هدف مادة. انا بعمل ده عشان تنجح. عشان انوار يا فهمة. بس دي في اي حاجة شجعتك قوي نفسيا. انا بيني وبينك في الاول. لأ ده انا كمان زهلت من اللي حصل في التصوير بعد كده. مم. فكرة انه جوم وضيوف الشرف. انا فين. انا فين جوم كتيرة اوي بجد بجد الحمد لله نورونا وزودوا المسلسل جدا وكبروه يعني. بس فين جوم كتيرة بقى دي الوقت. خلهم ما يجوش. اه. انا فاكرة انا فاكرة احنا كنا لحد تقريبا قبل اما اخر حالة اتتعرض انا كنت ببعث لك وانت كنت قولي ان انت بتصور. انا بصور على الهوة زي المتفرج. انا بتفرق. اه. مع المتفرج. يعني اقول لك حاجة ودي كات ميزة ويعني الحمد لله رب اعمل هي ميزة وعيد بس كات ميزة في في المسلسل دي. الميزة فيها ايه بقى? لو لقدر المسلسل ما بيتشافش. فانت بتصور في الهوة. فمش اه. لا يعني بنروح اه. يعني هنوقت بقى نقول اصلا لازم نقفل الحلقة دي كزا عشان الناس. لكن المسلسل بتشاف. فالناس بتقعد تسألنا. صح. فالاسئلة دي كنا لازم طول الوقت اللي قيلها ردود. اه. فكان طول الوقت واحنا بنصور الحلقات اللي بعدها. ولكن في حاجة غيرتوها بناءا على حاجة حد قيلها لكو? يعني مش غيرناها بس في حاجات وضحناها. يعني هو ايهب بصراحة كان كاتب كل حاجة. اوكي. من الاول للاخر اه. الحمد لله مظبوطة جدا. بس في حاجات كنت بقى ده قولي اه. اه. طب سألوا على كزا. هي ازاي شبح. اه. وكبرت في السن. صح. طب هي ازاي مش حاجة. صح. فبنحاول الحاجات دي نرميها في النص كده. اه. يعني ازاي هي ماتت صغيرة وبعدين كبرت في السن. اه. جمهور المصري برضو. الناس مش طب. لا وانا بأشوف. يعني بيركزوا في الصورة. جدا. جدا. حتى الراكور. او الله. يعني عايز اقولك ان انا لما بتفرج على اي عمل عامة عمر مكان اه اه بتفرج عشان عايز انتقد او عايز اطلع الغلطات. انا متفرج. اه. انا عايز اتفرج. اه. اه. عايز امبسط يا جماعة بافصل من الحياة. ام. بلاقي مسلا الساعة تبقى قاعدة الحقيق. ده شعراها هنا مش عارف ايه ده. اه. الناس الجمهور المصري وبيركزوا في كل حاجة. مكتوب ازاي. التصوير. اه. وان بيفهمه في الاضاءة فانتو حتى في المسلسل تفكت عجباني قوي الصورة. الالوان. الحمد لله رب. ما دي عبد الرحمن. ده مدير تصوير وكان اول مرة يبقى مدير تصوير. اه. بس هو كان مصور يعني من اشطر الناس اللي كانت موجودة يعني مفيش عبد. مش عارفه. اه في الشغلانة. اه. بانه ده من اجمد الناس اللي موجودين. فعليا لما جاي مدير تصوير هو وكل الكرون معاه بصراحة. شاطرين بشكل يعني. يعني. وده باين. انا بقولك انا وانا بتفرج حسن. الناس مباهرة بالصورة جدا. سينما. يعني الحمد الله رب يا عمين. الديكور برضو احمد عباس عبقاري. عبقاري. اقولك حاجة حانا كان عندنا حاجة الناس مش عارفها. انت حتى شكلك في المسلسل. عبير الانصاري. انا بقولك بس هو 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 هي هي سالي ولي واحمد عبدالوهاب عملوا حاجة جابوا احسن حد في كل حاجة. اه. يعني عبير الانصاري. اه احمد عباس في الديكور. عبدالرحمن ايزه مدير تسوير. فهمة? اللي هو مش هنبخل على المسلسل عشان يطلع بكواليتي. اولا نليق بالمنصة اللي انت. لان دي منصة عالمية. طبعا. خد بالك الناس مش عارفة انه المنصة دي اصلا مش مش عربية. ايو ايو صح صح. هي منصة عالمية. صح. فليها ليها معايير جودة. فلازم تبقى الحاجات ماشية مع معايير الجودة. مع معايير الجودة فانت على مستوى كل حاجة الحمد لله اه اه حققت ده. صح. بعت للناس في الاول انه المسلسل كوميدي. اه. وشوية جاب اطفال في الاول فكرة اهمه. صحيح جاب بتضحك برضو. الحمد لله لأ هو فيه طبعا. هو فيه طبعا. يعني انا بجد انا مسلا فيه حلقة من الحلقات اله اه كان رجلي الشامي عندكم في البيت في القدرة في الاول الحلقات. ماهش حلقة الرابعة او خمسة مش فاكرة كانت كام. وبيصلي. موت موت موت. انا كنت. لا وهو بيعمل طيب وبيعرق كده وبيعمل طيب قوي. بعمل فجأة يروح الباب مأفوض. لا لا لا. بص بقولك ايه. انا انا بجد 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 من اكتر الحاجات اللي بصوت في المسلسل ده ان انا مسلت وان انا عرفت رجلي الشامي. ده بتهيق لي. ده ده من اعظم الممثلين اللي موجودين في مصر دلوقت حاليا. انت عافل الوقت لما قلت لها معاك في الاول ان كنت فاكرة ان هو ضيف شرف. لما ظهر في اخر الحلقة التانية. اه اه اه. افتكرت ان هو ضيف شرف بعدين. انا بصي و لما بتكلم مع مع احمد عبدالوهاب في البداية خالص. ام. قلت له حاجة وفعليا رشد الشامي بيختار اختيار اه يعني بدأة جدا في الاختيارات. ولازم يقرأ الورق كله حاجات كده معينة وبيذاكر مذاكرة يعني بجد تخليك تضايق من نفسك. يعني بيذاكر الورق بشكل. واق باين عليه لان حتى هو حتى ادواره. هو عنده نقلات في في الدور كمان. انا بقى لما قلت له هو كان معروض عليه مسلسلات في رمضان اه كبيرة. ام. لما قلت له ليه سيبت كل المسلسلات دي وجيت. واخترت. قال لك ايبا? قال لي الدور ده مش هيجيني تاني. عارف ليه? لان كمان حتى تلاقيه فجأة بتكلم جد قوي فجأة. انا زعلان من. انا زعلان من. ديبي عنده دلت سنين فالله هو. وديعملها انا ان الناس كلها. انا زعلان من. انا بقولها ساعات. ايواني. ايواني. بحس ان له قديم يعني لو مش يتفرج عن مسلسل مش هيبقى فاهم ما انا بقولك. لا وهو كان وهو كان اه هو عمل عادي وعمل حرامي وعمل شيطان وعمل حبساجي. كل حاجة. كل حاجة. وعمل صوفي وعمل عمل كل حاجة في المسلسل. صح? وعملها حلوة قوي. يعني فهمها? هو بقى لما انا قلت لما 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 كلمنا الممثلين. انا اتبسطت جدا انه يعني مسلا لو استاذ هالفكر انا بقى بشكرها هنا. طبعا طبعا. من برنامجك يعني انه انا كل يوم بجد وهالفكر دي عظيمة عظيمة يعني ماشي? اجي امثل معها مسلا اوات خلوكيشن اولا طاقة مش طبيعية ماشي? يعني طاقة حب كده. وبعدين تيجي قاعد اقول لها ايه مثلا اه يعني لما المسلسل مثلا اه الحمد الله رد الفعل الناس الناس مبسوطة قوي بتاعي. تقول لي عشان انت ابن حالية. فانا ايه يعني بعد اكلمها دايما على الكلنا مش انا مش كمحمد انا. هي دايما انت تقول لي احنا كلنا يعني مبسوطين عشانك. مبسوطين عشانك. يعني هي قالت لي انا الحمد لله رب العالمين كان وش حلوة على نجوم كتير. طبعا. الحمد لله رب العالمين وطلعت من بداية من حمد اهلال ومحمد رمضانه. طبعا. هتلاقيها ام كل المسلسلات اللي نكحت الله اكبر يعني كسرت الدنيا. اه كلبش امير كراء. طبعا. هتلاقي كل فهمة العالمات. طبعا. فالحمد الله وش هها برضو وش ساعد علي. يوستوز محمد محمود برضو نفس الفكرة. بس انا بتكلم انه هي كان هميمها انه انه محمد انور امي عارفة? عارفة امي هي كأنها امي بجد. بخليك انت مبسوط قوي بتاعت تقوله يا رب ايش حاجة حاجة تاني. الحمد لله. لأ ربنا كرمنا بكست بصراحة من احمد عب حميد ده. هو بجد النظر عن ان هو اخويا وصاحب اخوات يعني. بس بجد من احسن الممثلين الموجودين في مصر. وعمل دور كمان مختلفة اه. هو عمل مزدوج. طبعا. 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 انه الصبح حاجة وبالليل حاجة. لأ انا